على الرغم من رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للهدنة التي اقتراح أمين عام الأمم المتحدة بنكيمون وتبنتها مصر والولايات المتحدة إلا أن الجهود الدبلوماسية ما زالت متواصلة من أجل وقف إطلاق النار بين العدو الصهيوني وحركات المقاومة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في غزة 800 قتيل وتحاول مصر التوسط من أجل إبرام هدنة إنسانية مؤقتة تبدأ مع نهاية شهر رمضان على أمل أن تسهم المحادثات في وقف أكثر دواما لإطلاق النار التقى وزير الخارجية الأمريكي جونكري في الغاهرة الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون ووزير الخارجية المصري سامح شكري وفيما تتزايد الضغوط للتوصل إلى وقف الموقع لإطلاق النار بين العدو الصهيوني وحركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس يقول دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر على إعداد خطة لإقرار هدنة إنسانية موقتة في الحرب الصهيونية على قطاع غزة التي أوقعت أكثر من 800 شهدين فلسطيني وذكر بيان على الخارجية الأمريكية فيما يبدو محاولة للضغط على الأطراف أن وزير الخارجية جونكري سيقرر قريبا ما إن كانت حماسة وإسرائيل مستعدتين للاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة ولن يبقى في المنطقة إلى أجل غير مسمى من جانب آخر قال مسؤولون الأمريكيون أن كاري تحدث هاتفيا عدة مرات مع وزيري خارجية غطر وتركيا التي لهما نفوذ على حماس ورفضت فصائل المقاومة مبادرة عرضتها مصر لوقف إطلاق النار مطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 وكان الأمين العام للأم المتحدة بنجيمون دعا إلى هدنة إنسانية فورية في غزة حتى نهاية عيد الفطر الأسبوع المقبل وقال بان في بيان أصدره مكتبه في يوم الجمعة الأخيرة من رمضان أدعو إلى هدنة فورية وغير مشروطة في المعارك الدائرة في غزة وفي إسرائيل على أن تستمر طوال فترة عيد الفطر وأضاف البيان أن هذه الهدنة يمكن البناء عليها وتقديم مبادرة عن طريق دعم الجهود الدولية لوضع ناصر خطة طويلة الأمد لوقف إطلاق النار وطلب مون بقبول هذه الخطة بشكل فوري بدون شروط وبدون أعذار وبدون تأجيل